مشاهدينك كرام أهلاً ومرحباً بكم في هذه الحلقة من مقابلة خاصة يسعدنا أن نصدي في حلقة اليوم معالي وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين وبنرحب بك معنا طبعاً في قناتي العربية والحدث معالي الوزير قمتم بجولة في المنطقة شملت ثماني دول بدأتم بإسرائيل وربما كان الهدف الرئيسي في البداية هو تقديم المساندة والدعم لإسرائيل هل بحثتم مع القادة في إسرائيل إمكانية وقف التصعيد العسكري في قطاع غزة؟ أسألي أن أقول أننا أخذنا نقاشات مفيدة وبناء عبر المنطقة وأعتقد أن هناك الكثير مجهة النظر المشتركة من ضمنها ضمان عدم توسع نطاق هذه الأزمة لمناطق أخرى وكذلك المدنيين الذين هم في وجه الأذى يمكن أن يبعد عنها ويحصل على مساعدتهم بحاجة إليها هناك إيدانة واضحة للتصرفات التي قامت بها حماس والأعمال الوحشية التي قامت بها والرغبة للتوصل إلى سبيل المضي قدما لطريق إيجابي إسرائيل لديها الحق للدفاع عن نفسها وليس فقط الدفاع عن نفسها بل كذلك لضمان إلى أقصى حد عدم تكرار ما حصل ما قامت به حسان حماس وأسلوب الذي قامت به يذكرنا بداعش تماما من الصعب وصف ما حصل بالكلمات الأعمال الشنيعة التي ارتكبت بحق رجالي والنساء والأطفال وتقديمنا في السن والرضع ولكن الأسلوب الذي تقوم به إسرائيل هذه العمليات مهمة جدا يجب أن تأخذ كافة الاحترازات لعدم إيذاء المدنيين ولضمان أن كل من هو بحاجة إلى مساعدات يحصلوا عليها ونحن نعمل بنشاطها ذلك قطعت كل الإمدادات المياه الكهرباء الأكل الدواء هل يوجد أي إمكانية لوقف إطلاق نار أو هدنة يمكن فيها إدخال هذه المساعدات الإنسانية إلى أهالي القطاع المدنيين نحن نؤمن بأن المدنيين لا يجب أن يعانوا بسبب أعمال حماس أي أنهم يجب أن يكون ديهم المياه والغذاء والأدوية وكافة الاحتياجات الأساسية وهذا بالضبط ما نعمل عليه اليوم المياه أعيدت إلى غزة أتفعنا مع إسرائيل لتحقيق ذلك والآن نركز على ضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة ويتمكنهم الخروج عن وجه الأداء الداخل غزة وكذلك حتى بعض المواطنين الراغبين بالرحيل من كانهم الخروج هذا كان جزء ليس فقط من حواراتنا بل كذلك الخوات التي انتخذها اليوم الرئيس بايدن عين أحد أكبر الدموماسي المتمرسين ديفيد ساترفيلد لديه خبر واسع في هذه المنطقة لقيادة جهود المساعدات الإنسانية المفهود الخاص للرئيس للعمل مع كل أطراف المنطقة لضمان حصول الفلسطينيين على المساعدات استمعت إلى عدد من القادة وإلى كلمة العقاب الجماعي هذه الكلمة أو هذا الوصف على ما تفعله إسرائيل في مواطنين غزة العزل إسرائيل أصدرت أوامر لأكثر من مليون مواطن في غزة بالنزوح من الشمال إلى الجنوب هل ناقشتم مع القادة في إسرائيل هذا الأمر؟ هل ستتدخل الولايات المتحدة لمساعدة المدنيين في غزة؟ هذا ضبط ما نركز عليه الآن وكما قلت نحن نعمل عن قرب مع عدد من الدول مع مصر والأمم المتحدة وحتم مع إسرائيل والدول المهتمة الأخرى في جمع المساعدات وإدخالها إلى غزة وضمان أخراج الأشخاص عن وجه الأهداة داخل غزة وهذا بالضبط ما نركز عليه ولهذا السبب كنا بتعيني مسؤولة في المستوى العمل على هذه المساعدة هل هناك أفق لوجود أي هدنة أو وقف التصعيد العسكري في هذه الفترة لإدخال هذه المساعدات؟ الحجمات ضد إسرائيل مقبل حماس مستمرة لا دولة تقبل دخول الإرهابين ويقوم بكلمة مدزرة وركز على كلمة مدزرة لآلاف المواطنين ويقتلون الأطفال بالرصاص وقطع روسي الجنود وإعدام الأطفال أمام آبائهم وإعدام الآباء أمام أطفالهم لا دولة يمكنها تتقبل ذلك فإسرائيل كما قلت لديها الحق في الدفاع عن نفسها بل لديها الالتزام بالدفاع عن نفسها ولكن وكما قلت وكما أوضى رحيس بايدن أسلوب قيامه بذلك مهم ويشكل الفارق لهذا السبب من المهم جدا أن تقوم إسرائيل بكل ما بوسعها لتضمن عدم ذا المدنيين المدنيين الذين وضعوا في وجه الأذى من قبل حماس حماس كانت تعرف بأنه سيكون هناك ردة فعل قوية تجاه ما فعلت مع معرفة ذلك ومعرفة أن المدنيين سيكون في وجه الأذى مع ذلك مضت في عملياتها وحقات الأمر ماذا فعلت حماس حماس تضمنه أن كل قادتها الأساسيين ومراكز القيادة وأسلحتها وذخيرتها كلها مواقعها في المناطق السكانية والمباني السكانية ومتهونة تحت المستشفيات والمدارس ومحل الأسواق لأنهم يستخدمون فلسطيني غزة كدروع بشرية وهذا أيضا مقرف ترجمة نانسي قنقر